والحقيقة أنه مش أول لقاء بيجمعني بضيفي الكريم وكان لي قبل كده شرف لقاءه يمكن مرتين أو ثلاث مرات على الهواء مباشرة وإحنا عارفين أنه الدكتور رحمد مهنة بيحمل أفكار هي خارج الصندوق الشوية وبيطرح حلول وبيقول على المفسد أنه مفسد وعلى عصور الفساد أنها عصور كانت فساد وكانت دكتورية وأفسادت الكثير من الحياة السياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية في مصر وتكلم عنها الحقيقة قبل كده كلام بشكل مباشر جدا ولازم نواجه مشاكلنا علشان نقدر نحلها إنما أنه نحط رأسنا في الرمال كان عام ما فيش حاجة هتتغير وهتبقى مشكلة كبيرة علشان كده الحقيقة أنا سعيدة جدا أنه نهاية السنة الحلقة المجمعة لأحداث السنة تكون مع هذا الضيف الكريم